من القصص الطريفة جداً والمحتاجين من احنا نقف عندها عشان نتعلم منها هي القصة اللي موجودة معنا النار القصة دي زي اي اتنين اتجاوزوا واتجاوزوا جواز صالونات وواضح ان جواز الصالونات والحياة كانت يعني ايه عارفين انتو الرجالة والحياة لما بتبقى روطينية اكل وبيت وعيال وتمرين وبتزاكل العيال وهو قاد مع صحابه المهم انفصلوا جون بعد ما انفصلوا لقوا طبعا انفصل كان بمنتهى الشياكة والتحضر وكلام ده كله بعدين بعد ما انفصلوا وطلقوا بقى اطلقوا خلاص ابتدوا يحسوا ان بقوا في مشاعر مختلفة بينهم ومن بعد ايه ده ده بيسموه ايه ده فاكتشفوا انهم بيسموه حب وم بعد ما يطلقوا يرجعوا يتجاوزوا بفرح ويعلنوا فيه ان ما بحبة الا بعد طلق بسايدنا يكون موجود معنا النهاردة الاستاذة سالي محمود وزوجها الجديد فالقديم سابقا تامر ابراهيم اهلا وسهلا بحضراتكم نورتون وشرفتون وبنجدت حياه مرة تانية لكل مشاهدين واستاذة تامر واستاذة سالي ومبروك عالف النبوك اللي بتدي منين الحكاية من الاول ولا من الفرح الجديد لأ مين عنده الجرأة انه يحكينا من الاول الحياة كان عاملة ازاي مين من يعجره يحكينا الحياة كانت عاملة ازاي اللي قدى للطلاق بس هي بدأ فصلها كانت ضغوط يعني احنا اتعرفنا في شهر ابريل اتجاوزنا في يناير اللي بعده في نفس السنة في شهر 11 كان معنا بنت يعني انتو عارف كميعت على طول 17 17 سنة احنا لو كانوا في جواز 17 سنة السبعتاشر سنة دول كان فيه ايه فيها مملي لدرجة 2-3 احنا هنطلق مش هي هو مش مملي هي كانت ضغوط 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 كانوا 17 سنة من الاسترس كده يعني عارفة اللي هو حاجة ورا حاجة وحد شايل على طول احنا باتنين يعني احنا وكلما كنا مجوزين بدري صغيرين فتحسي ان هو كانت ضغوط كتير يعني تحكيني تفاصيل انت تحكيني قشور من فوق دخليني جوه مش عايزين عنوين اه انا اقولت من ياجروا انت اللي تبرعتي وانجا جوازتي بقانتي اه خليني نشرح من اول خالص اللي حصل احنا تجوزنا هي كانت شغالة معايا في نفس الشركة احنا تقبلنا تجوزنا اه زي ما سالي قالت كده احنا تجوزنا في سبت شهور خلفنا بنت بعديها في شهر 11 فالضغوط علينا هي كانت صغيرة عندها 21 سنة انا واحد عند 27 سنة كنت مهتمة بشغلي جدا عايزة كون نفسي لسه بعمل وكنت شغالة في شركة كبيرة ملتي ناشن فعايزة اكبر نفسي فوهي ضغوط فاجأة لقينا معنا بنت وكان بنت رخمة خلينا برضو بنتكلم جدا لان نور في بدايتها كانت على طول عايزة تتشال وعايزة مجهود كبير قوي وسبحان الله كان لها الصفرة في الاول وبعد كده وهي عندها ثلاث شهور جاءت جالها برد وبتاخد حقا وهي عندها ثلاث شهور فالموضوع كان صعب جدا علينا احنا الاتنين طبعا ده ما حسسناش كمان اوفر القصة دي كمان احنا ما عملناش فترة هانيمون خالز احنا الاسف الشديد احكوزنا ما كانش معايا فلوس عربيتي بازت ليلة الفرح فيعني كانت الأموم كلها غير موصرة تماما ركنت العربية تحت البيت حتى اليوم بعد ما صلحتها بعدها بتلات ايام صلحت العربية حبينا نخرج العربية تلات مينة عالكبري قد قصة يعني لا ما كانش لكو نصيب في الفرح في الفترة بصد ما كانش كيلو نصيب في الفرح من هانيمون تماما في التوانتاشر سنة ما كانش فيه ايام حلو فيه ايام حلو وفيه ايام بس كانت كلها انت عارف حضرتك بنت سغيرة عندها واحد وعشرين سنة مع واحد برضو عنده سبعة وعشرين سنة انا كنت واحد وعشرين سنة بعد 18 سنة واحد وعشرين اتجاوزتيني تاندي كم سنة واحد وعشرين 18 سنة يعملو كم سنة ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين سنة انت نما اطلقتك تثمانية وثلاثين سنة فالفترة دي كان فيه نضج اللي خلاكي او بس بص هو وزاي ما انا قلتك ده برضو كان فيه مسئولية يعني البنت الاولى في البنت التانية اول ما هم بدأوا يعتمدوا على نفسهم بدأت أشم نفسي اكتشفت أني حمل ثالث فبدأنا من أول وجديد بقى الفيلم تاني تامر كان بيدلعك في 18 سنة؟ بصي تامر زوج زوج كويس اللي هو راجل بيت يعني راجل بيت كويس أب لطيف مصاليفه ملتزماته لكن ما كانش فيه دلع ما كانش فيه يعني ما كانش فيه سليو تامر كامر انت قررته تمفصله وليه؟ مين اللي قرر كبير؟ القرار جيه عن طريق سلي هي احنا قمنا اتخنقنا في يوم في يوم ما في شهر تسعة اتخنقنا فضل منامتش هي طول الليل صحيت من النوم أنا لما صحيت من النوم قالت لي كده طلقني أنا لقيت عندها حق قلت لها عندك حق هي كتشايلة المسئولية وانت مشايلة هي كتشايلة المسئولية اكتر مني هي كتشايلة المسئولية طول الفترة اللي فات دي اكتر مني أنا كمان كنت في البداية ما كنتش فليكسبل قوي يعني في البداية جوازنا ما كنتش راجل بتفهم الامور والكلام ده كله مع النطج الواحد بدأ بيغير افكاره طبعا بنا حقيق ان انت اعترفت لان في رجالة بتعيش حياتها غير معترفة ومكنتش مهتم بيها ومكنتش مهتم بيها ومكنتش مهتم بيها برضو كست كونس ايه اللي هي وحشتيني ورد كل سنة وانت طيبة الحاجات اللي تفرد دي ليه تعمل ايه ارصدة يعني انت خذي عندها انت عن حذك حق طيب انت لما يعليت لك طلقني انت شفت ان هي عندها حق فطلقته عدت قد ايبا لحد ما رجعته تاني تتكلمه وبعدين لا احنا اتكلمه تاني يوم لطا اه جعيت تطلقته وهو نزل طلقت احنا بص حضرك احنا يعني كانت الاول طلق شافه وحتى في ساعتها على طول قلتوله بص عشان هو كان بيودي المدارس قلتوله مش معنا ان احنا اطلقنا ان انا هقوم الصبح ونزل لبنات المدرسة انت هتفضل برضو بتعمل اللي عليك انت بتعمل اللي عليك وانا بعمل اللي عليها وهنفضل يعني هيبقى فيها علاقة والدنيا ماشي عادي كل اللي هيحصل ان انا وانت انفصلنا انما الاسرة ما تفكتش طيب بعد قد ايبا بدأت تراجع نفسك لان واضح ان انت ايه هي رد فعل حضرتك الفعل امت بدأت تراجع نفسك فبدأ يبقى فيه بقى مشاعر فبدأت تقيم القصة بشكل مختلط فتعملها بشكل مختلط بعدها بعشرة تدرس اين حصل انا انسان بيتوتي شوي انا مش بتاع اه بهدلة صهرات وبهدلة وقصة حتى انا مبكلش برة كتير يعني انا نادرا لما باكل برة اه فانت في العشرة تيام دول كنت فيين بقى اه يعني ما بين والدتي ما بين الله الحمى يعني ما بين والدتي ما بين اخواتي ما بين كده يعني فحسيت ان انت مبهد اه انا حسيت زايد ان انا انا ارتباطي بالبنات كان ارتباط كبير يعني انا كنت برجع اهزر مع الصغيرة والعب مع كبيرة ونهزر ونعمل انا كنا دايما كنا نهزر وندحك كنا عندنا يوم الجمعة ده ده معروف عندنا كده في الاسر انه هو يوم اسري انا ما بخرجش خالص ما بروحش اي حتة احنا بنقعد مع بعضينا كلنا هنخرج مع بعض بقى هنعمل الاكتيفتي مع بعض وتبركة الاكتيفتي هي ايه احنا هنخرج كلنا مع بعض طبعا انا فتقط الكلام ده انا قادت بقى ايه بعد اول اسبوع وبعدين يعني بروح البيت وبعدين اش عارف اش عارف اعمل ايه اه ماشي بخرج مع اصحاب الصغيرة اه 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 انا في الا اه وبعدين انا رجل بنام بدري وبصحى بدري انا 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 اخري 11 11 11 ونسبة ما في السرين انت حاسيت لك بتحبها كاسيت مش كأم عيالك لما تعرفنا على بعض تاني بقى اتعرفته ازاي يعني بدأت عملته ايه عشان تتعرفه او تبتاشته اه ايتي ممكن تشمكي بالحوار على فترة اه اتخذ دلي بقى قبل ايتي ممكن تشمكي بالحوار بل يسا بس احنا كنا واخدين قرار ان احنا هنتطلق بس هنفضل صحاب هنفضل بقى عارفين بعض ما احنا عارفين احنا عارفين فهنا عارفين اه بلزبط وفي تلت بنات فقررنا ان احنا هنفضل صحاب انا كمان كنت لسه ببدأ كرير وهو في شغله فكنت ساعات استشيره في حاجات اسأله مثلا تبقى دوس في دي مادوسش في دي اه لا كان ممكن اتصل به مثلا عاملة اكلة عارفة ان هو بيحباه فقول للبنات تكلموا بابا يجي تغدى معاكم النهاردة اه كنت تدخل انا قطي بس يعني هو موجود معانا فهو بقى معانا على طول فممكن هي جات من كده كنت تخش قطك مقموسة لا 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 بس يعني عشان اسيبه براحت معاهم ياه ولا عشان تقولي له ايه وعنين فهم غلط لا لا اكتبه انا معرف حاجات السنتاجة ياه انا احنا عملت الاكل انت بتحبه بس انا مش موجودة عالصفر مش قادة لا لا انا اعطي عالصفر واكلت بس بعد الاكل بقى خلاص هو بقى يعني عايز بقى يدخل ايه فيه مطش مش عارف اين نهاردة اه اتفرج عليه مع البنات اه بس انا مش عايز لا لا المشاعر صحية امتى بانه في نصف كل ده بتحس ان كنتي بقى الراجل ده عادي بالنزل اهو ابتدت بس هي في الاوئة انا اعتقد انها صحية انا اعتقد انها كانت موجودة بس ممكن تكون من كتر الضغوط كانت مجدومة بس هي صحية لما حسيت ان انا مش ملتزمة ناحية الراجل ده بحاجة يعني بمعنى انها بمعنى انها بقى مسئوليات وانا بما بعمل الحاجات دي انا بعملها عشان انا يعني بعمل في بيتي بعمل لبناتي مش عشان في حد بعمل لي ها عملتي كذا ها في كذا ها ده انا عقص ده مش عارف ايه ده يعني ما بقىش في حد قادي حاسبني احساس ان انا هو مش مديري ده برضو خلاني احس بقى اشوفه بقى منظور تاني هو نفسه بقى بيتكلم بطريقة تانية انتوا بدأتوا تخرجوا مع البنات وبعد كده بدأتوا تخرجوا الوحدكم من وراء البنات ازاي بقى وايه اللي حصل يعني واضح الخروجات دي هي اللي عملت العلاقة اللي هي كأنكم بتبتدوا بتكتشفوا بعض من قلب الدين اه كان فيه اللي هو يعني اول مرة كانت تعليع زميك على قهوة اه اه يعني خلاص ماش اوكيش اتكلمت وقلتوا ايه بقى في العالم اه لا كلام كان عادي جدا وبر اي حاجة ومش عن علاقتنا اللي هو اه كلام في ماما وبابا وخلته وعميته اه الحياة مش ازاي يعني لكل واحد اللي واحد في شغله مثلا في العيلة في كده كان كلام عادي جدا وبر خلاص ولا انت اهتمت تعرفي في نص الاعداد دي مين دخل في حياته مين على تليفونه لا 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 خلاص بقى ولا انت فالش لا انا كان يهمني القصص كان يهمني اه وعلي فكرة بقى اقولكوا يعني سروا ودك ان ها جلها حد في فترة دي فترة انا احكادي وكان حاجة كويسة كمان كان دكتور وعمل في أستراليا كمان يعني حايلة دقيعتك وكان قابل بالتلت بناتي كمان يعني وكان قابل بلتلت بنات كمان يعني حديتك ساعته بقى كنت عامل بالزيط وحاسب بايه انا مباش عن بناتي وموسالي يعني انا انا مضاش يامع يعني ما تخيلش الحياتي أنه ضعر أبعد عنهم أو هم يعيشوا في حتة تانية غير لنا فيها يعني أنا أخري لما بسافر يعني أنا ليه شغل حاليا بره دلوقتي لما بسافر بقعد أسبوعين وارجع يعني أنا كبيري قعد أسبوعين لو هطول قوي ده وده نظر ما عملته شهر يعني لما حداك حسيت أن أنت هتفقدها وأنها ممكن أن يبقى فيه حد تاني في حياتها هنا بقى خلاص يعني لأ بسوى العلاقة بيننا اتحسنت قبل الفترة دي لأنها دي جات في الفترة الأخيرة قبل ما نرجع لبعض بس كات حسيمة برضو يا موقف راسم آه طبعاً لا طبعاً لا لو دي من الأسباب يعني كمان برضي أنت أعتبرها من العوامل لو أنا سألتكم أنتو الاثنين وديتكم كأني يديتكم ورقة أو أنا وقلت لكم اتعلمتوا إيه ما تعملهوش في العلاقة الجديدة كأن أنتو اتنين جدات أنت كنت بتعمل حاجات أو ما كنتش بتعملها ما إيه بتعملها وإنت كنت تعملي حاجات ما كنتش بتعمليها أو بتعمليها إيه اللي تعلمتوه علشان تنجح العلاقة دي تامي أول حاجة من عندك أول حاجة الصراحة عشان ديها وقت تفكر أول حاجة الصراحة إنك تقول لها كل حاجة أي حاجة أي حاجة أي إن كانت غلط أو صحة أنت كنت بتخبية قبل كده آه وكتليها حياة الخاصة يعني قبل كده كتليها حياة الخاصة كمان أصحابة اللي هو ما حادش يعرف عن حاجة اه جلي من اكتر حاجات على فكرة بتخلي يعني هي ما تعرفش هو أحساس انه هو ليه حاجات بتاعته وليه كان لديك كابلا طبعا جوزي ليه ما بتقاش حافظه فين وال Rise من ضمن الحاجات برضه اللي كانت فيها أن أنا كنت أحب أكافئ نفسي يعني لما أعمل عمل أكافئ نفسي أكافئ نفسي بقى إزاي؟ أي طريقة أنا شايفها بالنسبة لي بطول تسافر تشتعل نفسك حاجة لا الشعل النفسي دي ما كانت شايفة يعني يسافر ويسيب رأيها ويسيبها هي تشايل المسئولية فتعلمت أن لأ لما تكافئ نفسك تكافئ نكافئ كلنا إيه ثالث لما يكون حاجة عندك في دماغك حاجة عايز تعملها ممكن تبقى غريبة يعني عايز أعمل حاجة غريبة مثلا زي مثلا جينا إحنا عايزين نسافر قالنا عايزين نسافر السنة اللي فاتت مثلا عايزين نسافر كذا طب ما نعمل حاجة غريبة كلنا مع بعض ليه عمل أنا الوحدي أو ليه أخذ المغامرة الوحدي ليه عشايف أنا الوحدي ما نعملها كلنا مع بعض بما فيهم البنات كمان يعني المغامرة لطيفة السنة دي مثلا هايزين نطلع ايه قلنا هنطلع مكان يعني وهناخد كامبرفان ونطلع نتماشى ما بين الدول ايه المشكلة ان احنا نعمل القصة دي اه بس مع بعض بس مع بعض مش كل واحد الوحد او انا وسالي الوحد لان احنا اول ما تجوزنا اول ما رجعنا لبعض خدتوش شهر عسل عملنا مش شهر عسل عملنا شهور عسل اوه حقيقة انا طلعنا كذا دولة وورا بعض عبل ما تطلعوا كذا دولة وورا بعض احكي لنا بقى تفاصيل او سالي تحكي لنا تفاصيل كاب كتاب تحضرات ان انت تعملوا حفلة وتلبس فستان فرح وتعزيموا ناس وتعملوا كاب كتاب من اول وجديد والمأزون الفضل يضحك يعني احكي لنا بقى الكوانيز بس دي انا اللي كنت مصرة عليها اللي هو انا هنبدأ بقى من اول وجديد اتنين تانين خالص ومعنا بناتنا واو انا عايزة فستان وعايزة يحضروا فرح عايزة شبكة وعايزة مار وعايزة كل ده حصل رفعيك كل ده حصل وعايزة اه 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 فلا كان لازم يا طب ايه الحاجات اللي انت كنت تعمليها غلط وغيرتي من نفسك بعد مرجعت التانير اني كنت راجل البيت في البيت يعني انا كنت شايلة مسؤولية البيت كنتش بتراجع علينا كايلة عشر سنين عمالين نقول قليلة الخبرة في الاشينات كده يعني انتوا رحتوا استشارة زوجية او نفسية عبل ما ترجعوا كل واحد الواحد ايه افادتكم في ايه الاستشارة النفسية هي كانت دي اللي هو سيالي كوني انسة يعني ما تشيليش مسؤولية ايه تاني يا سيالي بص هي دي كانت اهم حاجة انا فعلا غيرتها اللي هي دا كانت منحز فيكي قويان اني كنتي اللي بتوصلي العيال وانتي اللي بتشوفي بصي لا مش دي يعني مش اللي هي بتحز فيها كانت شايلة عنه ومخليها شايف ان الحياة الهزار بس مع البنات الحياة اللي انطوفة واني احنا نوضع صفرنا كل سوا واني احنا نتفرج على فيلم سوا مش مش شايف فين الاخرين احنا كتدخلي بقى في العزمة اه شو بقى